شكراً للمؤسسات عبد الرحيم بوابيد على هذه الفرصة للمشاركة في هذا النقاش هذا المؤسسة اللي عودتنا على أنها يعني واحد الفضاء للنقاش حول قضايا أساسية وقضايا كذلك شائكة ونقاش بموضوعية وبحرية لك نشاهد والآن والاختيار الموضوع هو أساسي مهم جداً لأنه تجي فاح الفترة يعني اللي هي حاسمة فيما يخص العلاقات بين المغرب وبين فرنسا وهذه العلاقات يعني هي كتعرف دائماً تجادبات وكتعرف التطورات ومخاضات على مر العقود ولكن أنا أريد أن نضعها في نساقين أكبر وهو تحديات العلاقات الفرنسية مع إفريقيا بشكل كبير جداً وتحديات تواجد الفرنسي بإفريقيا لأنه في هذا الإطار يمكننا نفهم الخصوصية التي تحدث عليها السعالي وكذلك تحدث عليها الأخت ياسمين ولكن لابد أن نشوفوا ما هي أسباب التوتر الكامين الآن ليس فقط ما بين فرنسا والمغرب ولكن ما بين فرنسا والعديد من دول إفريقية إذن هناك تحدية كبيرة تطرع على التوجود الفرنسي في إفريقيا وعلى العلاقات ما بين فرنسا وما بين الإفريقيا لأن فرنسا نعم عندها علاقة طويلة ومعقدة نسيجة عبر قرون يعني من الاستعمار حروب التحرير شركات ما بعد الاستقلال إلى غير ذلك مع كثير من الدول خصوصا شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ووسط إفريقيا كذلك وهذا تتمثل في تواجد اللغة الفرنسية التي تستعمل يعني كلغة رسمية أو كلغة تانية أو كلغة فرنكة ما بين اللهجات إلى غير ذلك وكذلك شركات اقتصادية وتقافية مهمة جدا خصوصا مع بلدان بحال بلدان المغرب العربي ولكن كان بعض الدول اللي عندك كذلك تربط عضوي مهم جدا مع فرنسا فيما يخص مثلا الفرنسية اللي كنشوفه مثلا في غرب إفريقيا كذلك التعاون العسكري مع دول الساحل إلى غير ذلك ولفرنسا تأثير ثقافي والسياسي يعني على جل هذه الدول لمن نحية تنظيم لمن نحية تشريعات لمن نحية الصناعة إلى غير ذلك وجاذبية التقافة الفرنسية كانت على مر العصور اثرت على نخاب كثيرة وشفناها مثلا في الجامعات هذه النخاب كانت توجد في صالونات باريز مالاذ للمفكرين والأدباء والفنانين والساسائل إلى غير ذلك حتى المعارضين للأنظمة بالنسبة لإفريقيا كانوا توجدوا الدلة لهم في باريز وفي ثقافة فرنسا وفلسفتها وإنتاجاتها الفكرية ولكن تأثير هذا بدأ يعرفه فطورا في الفترات الأخيرة يعني في السنوات الأخيرة يعني باريق التقافة الفرنسية بدأ يخفت في الفضاءة الأفريقية صارت صوت ديالها غير مسموع تواجد العسكري والديبلوماسي والسياسي غير مرغوب فيه بعد مثلا قوبل تواجد القوات الفرنسية في مالي بانتقادات شديدة والنيجر كذلك حتى أنه خروج القوات الفرنسية تم تصفق ولو مثلا في الشارع في مالي وهناك يعني أصوات تطالبو كذلك برحل قوات الفرنسية من النيجر إلى غير ذلك وحتى في شمال إفريقيا فطارات الود بين فرنسا ودول المغرب العربي دائما تتبعها فطارات من التوتور بعد أحيان لهو يعني صارخ كما نرى في العلاقة ما بين فرنسا والجزائر ولا فطارات أزمات صامتة كما نرى مثلا الآن ما بين فرنسا والمغرب بمحاولة لقام بها إيمانويل ماكرون الرئيس فرنسي للتصالح مع الدول يعني محاولة لا بأسابية لأنه مثلا المسألة دي التاريخ للذكرة المشتركة مع الجزائر والهم مؤرخين قاموا بعد المسألة دي التاريخ والمصالحة إلى غير ذلك مهمة جدا محتل يعني ما قام به بنجامين ستورة في هذا الإطار هذا ولا رفع مثلا من قيمة المباريخ المخصصة للتنمية مثلا إرجاع التحاف الفنية إلى الدول الإفريقية يعادة هيكلة العملة لأنه العملة دي العملة المشتركة لدول غرب إفريقيا يعادة هيكلة دي لها ما بقاشد بأنه إلزام بأنه الودائع بالعملة الصعبة توضعه في البنك المركزي الفرنسي توضع البنك المركزي دي الدول إمواء إلى غير ذلك هذه كل جهود تصبوا في طريق تصالح لفرنسا مع مستعمراتها السابقة ومع الفضاء اللي هو فضاء حيوي بالنسبة لفرنسا ولكن لم تعطي أكلها بعد إذن لهذا سنشوفوا ما هي الأسباب الكاملة هناك محاولات مهمة جدا هناك زخم تاريخي هناك عمق العلاقات الاقتصادية والثقافية ولكن مع ذلك هناك توطر كبير جدا شادوا في العلاقات ما بين فرنسا وما بين إفريقيا أنا تنظن أنه المسألة الأولى هي تذبذب ثقة النخب الإفريقية في فرنسا لأنه أنا أظن أن فرنسا لم تتوفق في إيجاد نموذج أمثل لتحقيق التنمية رغم السيطرة الاقتصادية رغم الاقتصادية في غرب إفريقيا وشمال إفريقيا وكذلك النفور المتنمي النخب فرنسا من إفريقيا رغم اليقين بأن المستقبل موجود في إفريقيا مليار ومئة مليون قارة شب إلى غير ذلك إذن هناك فقدان للثقة من جانب الأفريق وهناك كذلك تدني الاهتمام من طرف النخب الرأي العام الفرنسيين هذا هو السبب الرئيس في أفول صوت فرنسا في إفريقيا من جهة أخرى قناعة لدى النخب الإفريقي الشب لمشهد فترة التحرر مثلا من الاستعمار بأن كما قناعة الآن وكتشوفها في دول ساحل وفي غرب إفريقيا وربما احتف دول بعض نخب في الشمال إفريقيا أن تصرفات أو أن التواجد الاقتصادي والمالي لفرنسا في هذه الدول ومؤشر لتصرفات نيو كولونيالية موجودة هذه المسألة ونرى كيف كانت في غينيا كونكري وكيف يعني بالنسبة المعادن إلى غير ذلك وكين في دول أخرى نرى هذه المسألة وأن من المفروض تم تجاوزها بوعيد الاستقلال ولكن لم يتم تجاوزها على مستوى أرض الواقع كين التي تشوف بأنه تأثير الفرنسي هو عامل إحباط بدل أن يكون عامل انطلاق وعامل الكثير يرى مثلا تجربة الرواندية في الانتقال إلى الإنجليزية تجربة رائدة نرى بأنه مثلا دولة لكانت فرنكوفونيا حتى النخاء التي هي القابون الآن تتوجه إلى الكومنويلد وتستبدل الفرنسية بالإنجليزية هناك أصوات حتى في المغرب تطالب ونرى من حين إلى آخر بالانتقال إلى الإنجليزية ولكن مسألة الأخرى وهو أنه جاذبية الفكر الفرنسي والبريق دي الفكر الفرنسي التي تزامنات مع فترة التحرر من فرنسا التي كانت عشناها في الجامعة وعشناها مع الكتب وعشنا مع الفلاسفة إلى غير ذلك هو أنه الحركات الفلسفية والفكرية التي تظهرت في فرنسا والتي قلبت عالم الجامعة رأسا على عقيم لإنتاج الفكري إلى غير ذلك قعدها مفكيرون لما كانوا ينصرون حركات تحرر في العالم الثالث جون بول سارت سيمون دوبووور جاك دي غيدال ويسال توسير ميشيل فوكو جون بودغي إلى غير ذلك إذن النخب الإفريقي استلهمت هذه الأفكار وهذا الخطاب وطوراته وصارت ببارز قبلة للثورة وللحدثة ولما بعد الحادثة ولتفعيل النظري لنظرية العالم الثالث إلى غير ذلك وهذا نخفش وصلة للحكم في التمانينات حاولت أنه النموذج المعرفي الفرنسي أن تفاعله على أرض الواقع لهذا كانت الهيمنة التقافية والسياسية للفرنسا بالنسبة لكثير من هذه الدول ولكن الجيل الإفريقي الذي أتى من بعد في بداية القرى الـ 21 وتسلم المقاليد الحكم لا حرب التحرر ولا الثورة التقافية الفرنسية ولا الزخم التقافية والفكري والفلسفية التي عاشت فرنسا في السينات والسبعينات هذا جيل العلماء الإنترنت التورة المعلوماتية التورة الصناعية الرابعة إذن النماذج التي ترعرع عليها هذا الجيل هذا يعني تأتي من نماذج تكتسح عالم التروة والسلطة إلى غير ذلك هما بيل جيتس وإليون ماسك وجيزيف بيزوس وباراك أوباما وجاكما لا أحد من هؤلاء فرنسي إذن توارى النماذج الفرنسي الوراء وتم استبداله بنماذج من فضاءة أخرى تبدو رحبة بل وبعيدة عن تجربة الاستعمارية الفرنسية المالية ولكن في المقابل هذا نجد الفرنسيين منشغلنا بنقاشات تبدو لنا عقمة وبيزنطية حول الهوية وحول الهجرة والإسلام السياسي واختلط الحابل وبالنابل عندهم وصار العنصر الإفريقي وهذه أساسي العنصر الإفريقي مثلهم مثل العنصر العربي مثل المسلم إلى غير ذلك عبارة عنده خلاء لا يجب الكثيرات بهم بل يجب التضييق عليهم ولكن تنشف في كثير من المنابر في هذا الإطار أضف إلى هذا أن ماكرون جمع جيل جديد إلى سدة الحكم لا يعرف لا حساسيات التوجود الإفريقي في فرنسا ولا التوجود الفرنسي في إفريق هذا جيل ينهل من سنة آخر يعني مختلف عن سنة اليسار واليمين التقليدي الذي عرفنا هذا السنة هو الماكرونية هذه الماكرونية هي ليست لا يسارا ولا يمينا ولكن تقول بأن وسطية وهو شتت من الأفكار التي تشوف تحليل الماكرونية مبني على التواصل الرقمي على الإحاءات الشبابية على محاولة خلخلة الأفكار القائمة دون رؤية يعني تذكر لأن الرؤية هي في الخلخلة في ذاتها في التورع للقواعد في تنميطة الكلاسيكية إذن في هذا الإطار هذا ضع حتى يعني أنه العلاقات لغير القاتل يفقر السيم محمد إذن النتيجة هي من جهة نخبة فرنسية جديدة تائهة غير مكترية بإفريقيا ولا بالمغرب ولكن بالتموقع على مستوى مكان ضعف الطبقة السياسية الكلاسيكية لا يمين ولا يسار فرنسي ومن جهة أخرى هناك نخبة إفريقيا جديدة لا يمثل النموذج الفرنسي بالنسبة لها نبراس تحتدي كما كانت في الماضي إذن هذا إنفصام واضح وتقطع إيديولوجيا وستراتيجية وربما إبيتيمولوجيا ما بين فرنسا ومن دول أخرى ومن ها المغرب إذن سنوات المقبلة وهنا ستورينا تم ظهورات جديدة وربما صادمة لهذا التحول الجذري لأفول بارق فرنسا في إفريقيا ولكذلك التأثير ديلها واللحة كذلك علاقة دول مثل المغرب معها شكرا سمع شكرا شكرا لسيد حسن حدد